فاجأ صندوق النقد الدول الأسواق والاقتصادات بتخفيضه لمعدلات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الثانية على التوالي واصفا هذه الأزمة بأنها أزمة لا مثيل لها ومؤكدا أن التعافي غير مؤكد حتى هذه اللحظات بسبب أزمة كورونا توقعات انكماش الاقتصاد العالمي التي أوردها الصندوق تشير إلى تخفيضه بحدود الواحد فاصل تسعة في المئة عن توقعاته التي كان قدمها للأسواق في أبريل بنسبة ثلاثة في المئة وبالتالي توقع أن يكون هناك انخفاض بالانكماش الاقتصادي العالمي يقارب أربع فاصل تسعة في المئة طبعا ما أورده الصندوق كان بني على خط أساس المئة بالنسبة للتطور وهنا اعتمد على طبعا فترة الربع الأول من عام 2019 بنقطة أساس مئة في المئة بالنسبة للاقتصادات وبناء على خط الأساس الذي اعتمد عليه في مراجعته الأخيرة رأينا بأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عدى الصين هي من سيمثل التراجعات الأكبر في إجمال الناتج المحلي العالمي ربع السنوي لديها أي ما دون مستويات الخمسة وثمانين في المئة مقارنة بالعالم ككل والتي ستكون حدته أقل الصين ربما قد تكون هي الأقل وفقا لصندوق النقد الدولي توقعات التعافي الاقتصادي العالمي في 2021 بدت هذه المرة من قبل الصندوق على نوع من التباطئ بالوقت الذي كنا نتوقع أن تكون هناك إعادة فتح الاقتصادات تمثل عودة سريعة للتعافي لكن الصندوق أشار بأن أبريل كانت توقعات التعافي تشكل 5.8% هو عاد وقلصها في يونيو إلى حدود 5.4% وفقا لتقريره الأخير لماذا اتجه الصندوق لهذا الخفض؟ ذكر بأن هناك أسباب عدم يقين حول مسار التعافي من أزمة كوفيد طول فترة الجائحة والإغلاقات العامة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصادات التباعد الاجتماعي الطوعي والذي سيؤثر على الإنفاق إلى جانب قدرة العمال المسرحة على تأمين وظائف مختلفة أو بديلة لوظائفهم التي فقدوها هناك آثار عميقة حول الإغلاقات وخروج العمال العاطلة من قوة العمل جميعها أسباب داعة الصندوق لهذه التوقعات إلى جانب تأثير التغيرات الرامية إلى زيادة أمان أماكن العمل يعني مزيد من عملية التقليص للوظائف لتوفير هذا الأمان الوظيفي إعادة صياغة سلاسل الإمدادات العالمية جميعها ستكون بنوع من التباطؤ وفقا لهذه الضبابية وصف أيضا أن هناك ضربة حادة كانت أصابت سوق العمل وصف الصندوق سوق العمل بأنه سيواجه ضربة كارثية على مستوى العالم ورأى بأن انخفاض ساعات العمل يساوي قرابة 130 مليون وظيفة بدوام كامل سيفقدها في الربع الأول أما بالربع الثاني ستصل إلى حدود لـ 300 مليون وظيفة بدوام كامل حسب طبعا منظمة العمل الدولية رأى الصندوق أيضا أن انكماش التجارة العالمية بالربع الأول وصل إلى حدود 3.5% وذلك بسبب انهيار السياحة العابرة للحدود اضطرابات الإمدادات المتعلقة بالإغلاقات العامة وضعف الطلب جميعها تؤثر على التجارة العالمية الأولويات لمواجهة كورونا وضع هنا الصندوق الدول التي تعاني من تفشي الفيروس عليها التركيز على احتواء الصدمة الصحية الحد من الضرر الاقتصادي وإجراءات موجهة للفئات المستحقة أما الدول الأخرى التي بدأت بإعادة فتح اقتصاداتها عليها التراجع عن تقديم الدعم الموجه تدريجيا التركيز على السياسات نحو تيسير التعافي وإعادة توزيع العمالة والموارد حسب الحاجة وفقنا للصندوق أما أيضا إجمال الناتج المحلي الحقيقي بالنسبة للعالم ككل هو اعتمد حتى عام 2020 إذا كان هناك تعافي سريع سنشهد هذا التعافي كما يظهر في اللون الأخضر بالنسبة للعالم أما في 2021 إذا رأينا انحراف عن السيناريو الأساسي نحو الهبوط فسيكون هناك تباطئ للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يستمر حتى عام 2024 وكذلك بالصورة بالنسبة لأسعار النفط قد نرى ب2021 إذا هبضت دون السيناريو الأساسي سيكون هناك استمرار لتباطئ ارتفاع أسعار النفط والعكس إذا ما كناه رأينا باتجاه صاعد سيكون هناك تعافي أسرع بالنسبة لأسعار النفط على مستوى عام 2021